عليكم السلامة أحبتي أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اسألوا أحمد صبحي منصور سؤال اليوم عن أهل التقوى يسأل أحد الأحبة هل كلمة أهل التقوى تعتبر اسما من أسماء الله الحسنى؟ أقول له لا أسماء الله الحسنى جاءت في أواقص فورة الحشر وفي أوائل سورة أهل عمران المصور جل وعلا الذي يصوركم في الأرحمة مورد أن أقوله أن هناك وصف لأفعال الله جل وعلا زي هو الذي يصوركم في الأرحمة كيف شاء ده وصف لكن المصور يعني كما جاء في آخر سورة الحشر ده اسم من أسماء الله الحسنى الله سبحانه وتعالى وصف ذاته بأوصف كثير هو سريع الحساب هو أسراع الحاسبين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا هو أليه المصير هذه صفات ومن ضمن الصفات أهل التقوى في قول سبحانه وتعالى في الآية 56 من سورة المدثر وما يذكرنا أن نشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة أهل المغفرة من أنه سبحانه وتعالى أفو الرحيم أهل التقوى هنا بقى يعني نتوقف معها ببعض التدبر التقوى هي العلاقة التي تربط بين المتقين وبين رب العزة جل وعلا في سورة الفتح الآية 26 يقول سبحانه وتعالى فأنزل الله سكيناته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهله وكان الله بكل شيء نعريم إذن هم أهل التقوى وربنا سبحانه وتعالى هو أهل التقوى الذي يجمع هو التقوى يعني هم يتقون الله والله سبحانه وتعالى يتقبل منهم تقواهم وربنا سبحانه وتعالى قال وتزودوا فإن خرزال التقوى والتقون يا أولي الألباب هذا في سورة البقرة 197 وبعد قصة آدم وهبوطه للأرض ربنا سبحانه وتعالى خاطب بني آدم ما جميعا فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلوما ذكروا شوف آدم هو في الجنة البرزخية كانت تغطيه يعني هو وزوجه لباس من نور حين عصى أو حين عصى يا وأكد من الشجرات المحرمة تبدد اللباس النوراني وبدأ سوقاتهما اللي هي الجسد المادي وبين ربنا سبحانه وتعالى أهبطهما بجسدهم المادي وربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا فقل إن لباس التقوى هو الخير يعني تزودوا يعني تزودوا في نخارز زاد التقوى ده الزاد الذي يعني تتجهز به في هذه الدنيا لكي تصل به إلى الآخرة وحين تصل للآخرة بلباس التقوى ده أحسن حاجة التقوى هنا هي اللباس الذي سترتديه نفسك وأنت في الجنة النور يعني وتبيض وجوه وتسود وجوه ده لباس النور الذي سيكون مع المتقين لأن الله سبحانه وتعالى قال تلك الجنة لا تنورث من عبادنا من كان تقيه وبسرعة المطففين ربنا سبحانه وتعالى يصب أصحاب الجهيم يقول كلا إنهم عن ربهم يوم أزل محجوبون محجوب يعني محجوب من رحمة ربهم وطبعا يعني وجوههم سوداء كالحة عليها غبرة تراقها قطرة ولكم من كفرة الفجرة ولكم المحجوبون كلا إنهم عن ربهم يوم أزل محجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم قالوا هذا الذي كنتم بيتكذبون كلا بعد كده إن كتاب الأبراري لهم المتقين لهم المتقون كلا إن كتاب الأبراري لفي عليين عند ربنا جل وعلا وما أدرك معليون كتاب مرقوم يشهده المقربون المقربين من ربنا جل وعلا هنا العلاقة تتحقق به علاقة أهل التقوى في الدنيا وعلاقة أهل التقوى الله جل وعلا في الآخرة وربنا سبحانه وتعالى قال في صوت الحج تعبير مهم جدا يقول لكم سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ديعا عن الأنعام التي تقدم هديا في الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يعني الذي يصل منكم إلى الله مش الدم واللحوم الأضراحي إلى آخره لكن التقوى حين تقدم هذا تقوى الله سبحانه وتعالى طبعا الجماعة الكفرة لا شأن لهم بهذا يقول سبحانه وتعالى هم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون شوف الولي والى داء على وزن فاعل والى فاعل فأنت توالي الله والله جل وعلا يواليك أنت تتقل لا تكون أهلا لتقوى والله جل وعلا يعني باعتباره أهل لتقوى أيضا هو الذي يتولاك فالله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين أمنوا والذين أمنوا يدافعون عن رب العزة جل وعلا الاتهامات التي يوجهها له الكافرون والمشركون أنه اتخذ ولدا أو أنه اتخذ شريكا إلى آخره هذا فيما يخص السؤال ونرجو أن نكون قد وفقنا في الإجابة عليه في سؤال تالي وهو مهم جدا حقيقي يعني هو بيقول يعني في سورة التقوى يلدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله لأن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقي ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ده الآية 32-33 من سورة التقوى والسؤال يقول لي يعني ربنا يعني الإسلام ليظهره على الدين كل لكن دلوقتي ودعي راجل راجل يعني من أبنائنا في موقع عهد القرآن ويشاهد ما نقوله ودلوقتي القرآنيين اللي هم يقولون القرآن وكفى والله سبحانه على وحده ولا شريكا له وأن محمد يعني رسوله قد خلت من قبله الرسل وليس إلها هم أقلية ضئيلة جدا وحتى يعني المحمديين تعدادهم هماش هم أكبر عدد في العالم فيه يعني جماعة البوزيين وبعد كده المسيحيين فإزاي بقى ليظهره على الدين كل طب ما هو التعداد القرآنيين اللي هم بيقولون بالله وحده لا شريكا له بالقرآن وحده حريثا أقلية الأقلية يعني نسبة واحد من مليون في المئة فإزاي ليظهره على الدين كله وأقول له أن الدين هنا هو القرآن وليظهره جل وعلا على الدين كله بمعنى حفظه جل وعلا للقرآن الكريم إلى آخر الزمان ليكون حجة على البشر جميعا يعني حتى من يزعم أنه يقول القرآن وكفى قد يكون القرآن حجة عليه يوم القيامة لأنه لم يطبق هذا لنتذكر أن الميزان يوم القيامة سيكون فيه كتابان كتاب الأعمال والكتاب الإلهي وبالنسبة لنا القرآن الكريم فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه فقوله سبحانه تعالى ليظهره على الدين كله يعني إظهار القرآن الكريم ويظل محفوظا إلى قيام الساعة وده برضو جاء في سلوة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقي ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ده الآية 28 سلوة الفتح وفي سلوة الصف الآية 8 يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقي ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فالمشركون يكرهون القرآن مش تقول لي بقى يعني الجماعة لهم غير المحمدين لا المحمدين أكثر الناس كراهية لما أنزر الله ويكفي أن تستشهد بآيات قرآنية فأي حديث بعده يؤمنون ولكن تمنكر سنة ويعني ينظر لك شزرا فالله سبح و تعالى يحفظ قرآنه ولو كره المشركون طبعا دي جات ولو كره المشركون في السيقدة في الآية 33 من سورة التوبة وفي الآية 9 من سورة الصف لنتذكر أنه جل وعلا في حفظه لكتابه العزيز قال يعني عن الجماعة الكفر وقالوا يا أيها الذي نزل عليه والذكر إنك لمجنون لوم تأتين بالملائكة إن كنت من الصادقين يعني هم مش عزين القرآن هم عزين ملائكة تنزل لهم فربون سبعات عزيز قال لهم ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين يعني الملائكة مش هزلوا إلا بالحق عند الاحتضار وساعتها بقى مش هتكون عندك وقت وبين بعد كده إننا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون يا سلام شوفوا تأكيد إننا نحن نزلنا الذكرى القرآن الكريم وإنا له لحافظون يعني شخص نشرح الآيات ديت عزينه أتطول أوي أوي معنى هذا إن القرآن الكريم هو محفوظ برغم كل الهجوم عليه والأئمة المحمديين هم أكثر الناس هجوم على القرآن يعني بعض المستشرقين كانوا أكثر رفقا بالقرآن الكريم يعني الجماعة من أول الشفيعي اللي قال لك إن الصنع بتحكم على الكتاب وناسخها بمعنى تحذف الكتاب والناسخ والمنسوخ والأحاديث اللي بيعملوها واجعلوها فوق القرآن الكريم وعلوم القرآن لليت تتعانف القرآن وكتبنا في هذا فكل أولئك الله سبحانه وتعالى يعني سمح لهم باعتبار الحرية الدينية أن يعني يفتروا وأن يقولوا لكن بقدرته جل وعلا حفظ القرآن وهم الذين كانوا حافظون على نص القرآن يعني يغيرون المعاني ويؤولونها بالتفسير وأسباب النزول وبالنسخ وبالحاديث إلى آخره لكن المحافظة على نص القرآن ربنا ألزمهم بهذا ودعم موجود حتى الآن القرآن الكريم محفوظ حتى الآن والعجازة لعددي في التقوى والرقم مثل القرآن الكريم ويثبتوا هذا ومع هذا يعني ربنا سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتوا يعني فيه آيات صعبة جدا يقول سبحانه وتعالى لأن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتوا إنه بما تعملون بصير الذي يحاول أن يلحد في آيات الله بإحكاية النسخ في معنى الحذف وإلغاء التشريعات وإحكاية النس سنة يعني تحكم على القرآن وكل الكلام الهدس الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يخفون علينا ومن بقى التحذير أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة وبعدين اعملوا ما شئتوا إنه بما تعملون بصير يا سلام بعد كده إن الذين كفروا بالذكر لما جاءه وأنه لكتاب عزيز لا يتهي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك لما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم يعمل آية ربعين إلى آية تلاتة واربعين من سورة فصلت ترجو أن نتدبر هذا عليكم السلام وحبتي